علق قائد عسكري على تصريحات الحكومة العراقية حول رفض بغداد استخدام حليفة واشنطن سماء البلاد في ضرب إيران القائد بيّن أن القوات الأمريكية تسيطر بشكل كامل على سماء العراق عبر طيران مسير وحربي وأن الحكومة غير قادرة على منع حليفة واشنطن من استخدام أجواء البلاد في ضرب إيران هذا واشر إلى أن واشنطن وحليفتها لديهما اتفاقيات دفاع مشترك وهذا الأمر يأتي ضمن هذه الاتفاقيات ولذا فالضرب قد تكون من العراق وأضف أن الحكومة لديها أمر وحيد وهو إقنع واشنطن بعنم السماح لطائرة حليفتها من دخول أجواء العراق